النهاردة رامز جلال في برنامجه المسير والمشوق استضاف الفنانة الجميلة تار عماد واللي اتفاجأت بمقلب رامز وعملت حلقة خطفة المشاهدين بمجرد بداية الحلقة اللي المعتاد فيها ان الضيفة بتنزل من عربية تستقبلها واحدة من فريق العمل واخلالها رامز بينهال كالعادة عليها بكمية تارياء وإفهات على لبسها وعلى طريقة مشيتها رامز بمجرد ما شاف تار عماد قال ايه ده دي رئيسة محمية النعام بوادي الريان وما رحمهاش تريقة وقال انتي لابسة اميسة على التشيرت ايه شغل النجارين ده يا بيبي ونقل رامز تريقته من اللبس على الجزمة وقال بس الجزمة رخيصة اوية قطة من باتة دي ولا من العتبة بعدها اتكلم عن تسريحة تار عماد وقال ايه التسريحة دي تسريحة المالكة سترع كم الرامز وصلته في التريقة على تارا وقال ايه يا بيت السلاسل دي كلها دي جاية من المعتقل المغول وقبل ما تدخل تارا الكارفان المخصص لمقابلة النجم العالمي فندام بداخله قال والتريقة على طولها دي مش محتاجة سلم يا جماعة دي تمد رجلها تخش الكارفان على طول مقابلة فندام زيها زي اي نجم تاني تارا كانت مبسوطة جدا انها شافته كمان فندام اللي تخلى عن الاسكريبت المكتوب ليه وبدأ يتكلم بتلقائية مع تارا ورامز مش راحم حد وقال اخلص يا عمي فندام ده فندام يا جماعة بيجود من دماغه خلصت مقابلة فندام وبدأ الاكشن وتصوير المشهد بشكل كامل اللي ظهر من خلاله استياء تارا عماد من اللي بيحصل والتراب اللي بهدل وشها من المكياج واللبس الغريب اللي مخترينه ليها ولما اخدوا بريك وبدأ المشهد الاكثر رعبا ووصلت السيارة لمنطقة الشد والتخويف من السقوط انهالت تارا في الصراخ وبدأت في نوب الصراخ هستيرية وبتبص في الارض ومش مصدقة ان ده بيحصل وان العربية ممكن في لحظة تقع مشهد التمساح اللي تحت تارا رعبها اكتر وزود صراخها وخلها تصرخ بشكل عالي وتقول يا الهي بالانجليزي وتوقفت لحظة الرعب وبدأ رامز يطلع تارا من العربية ويكشف عن نفسه لما كشف رامز عن وشه قبلته تارا بجملتها بكرهك بكرهك وقالت انها ما عملتش اكشن في حياتها غير مشهد واحد وانها ملهاش في العربيات وغيره برنامج رامز موفي ستار تم تصوير حلقاته في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة من النجم العالمي فندام وبيكون في اجواء من الاسارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات وقائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد ضمت في مجال الفن عدد من الاسماء هم ياسمين صبري عمر يوسف غاد عادل محمد انور صبري النجلاء بدر هدى المفتي تارا عماد وكل من نجم الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الى الفنان السعودي الكبير عبدالله استدحين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة